موسيقى منتصف الليل في العاصمة طرابلس حيكم الله أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية بالعنوين قوات عملية الكرامة تؤكد استعادة السيطرة على المواقع التي فقدتها في الهلال النفطي وحرس منشأة نفطية يعلن سقوط قتلى وجرح من المدنيين نتيجة قصف طائرات الكرامة لبوابات تؤدي إلى منطقة راسلانوف السكنية موسيقى القوات الخاصة السعيقاء تابعة لعملية الكرامة تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها جراء الاجتباكات وانتجار ألغام بمنطقة الجوارشة في مدينة بنغاز المستشفى الميداني سرد يستقبل جثمين ثلاثة عناصر من البنيان المرصوص وقوات البنيان تؤكد تقدمها وسيطرتها على مبنى الضمان الاجتماعي ومدرسة الفتح والجامع الكبير موسيقى حياكم الله وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد الناطق باسم غرفة عمليات اجدابية المولية لعملية الكرامة أكرم بوحليقة أن قواتهم قد تمكنت من السعادة السيطرة على المواقع التي فقدتها صباح اليوم بعد هجوم عناصر حرس المنشأة النفطية وأضاف بوحليقة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاجتباكات قد انتقلت إلى بلدة بن جواد مشيرا إلى إصابة الخزان رقم 11 في ميناء السدرة جراء الاجتباكات ونوه الناطق باسم غرفة عمليات اجدابية إلى أن الخزان كان خارج الخدمة بسبب إصابته في وقت سابق قال الناطق باسم غرفة عمليات اجدابية المولية لعملية الكرامة أكرم بوحليقة أن قواتهم أثرت أربعة عناصر من قوات جهاز حرس المنشآت النفطية بعد السيطرة على المناطق التي فقدتها في منطقة الهلال النفطية وأضاف بوحليقة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم قد تمكنت من احتجاز سيارة آمر حرس المنشآت النفطية إبراهيم جدران من جهة أخرى أعلن الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى على الحاسي سقوط قتلى وجرح من المدنيين نتيجة قصف الطيران الحربية تابعة لقوات عملية الكرامة لبوابة تؤدي إلى منطقة راسلانوف السكنية وأضاف الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذا القصف تسبب أيضا في سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر حرس المنشآت النفطية ونوه الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إلى أن إقلاع طائرات عملية الكرامة يتم من مناء الزويتين النفطي بحسب تعبيره هذا وقد أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية تابعة لعملية الكرامة استهداف طائرات حربية وعمودية لمواقع حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطية وأشرت رئاسة أركان القوات الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن قوات حرس المنشآت النفطية تراجعت إلى نقطة بعد منطقة بن جواد جراء تكبدها خسائر كبيرة نتيجة الغارات الجوية بحسب قولها طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتجنيب الأعمال التي قد تلحق ضرر ببنية ليبيا التحتية الضرورية مؤكدا أن تعافي ليبيا يعتمد على فتح الموانئ النفطية وتدفق النفط منها بكل حرية أوضح صنع الله أن المعلومات الواردة إليهم تفيد بعدم تأثر مناء رسلانوف جراء القتال حتى الآن منوها إلى أن العمل في الموانئ سيعود إلى طبيعته بعد استقرار الأوضاع هناك هذا وقد طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتجنيب الأعمال التي قد تلحق ضرر ببنية ليبيا التحتية الضرورية مؤكدا أن تعافي ليبيا يعتمد على فتح الموانئ النفطية وتدفق النفط منها بكل حرية أوضح صنع الله أن المعلومات الواردة إليهم تفيد بعدم تأثر مناء رسلانوف جراء القتال حتى الآن منوها إلى أن العمل في الموانئ سيعود إلى طبيعته بعد استقرار الوضع هناك وفي أولى ردود الفعل دان عضو المجلس الرياسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري الاعتداء على حرس المنشآت النفطية التي تتبع وزارة الدفاع معتبرا إياه اعتداء على القوات التي تتبع الحكومة الشرعية المعترفة بها دوريا وحمل عماري في تصريح صحفي قوات عملية الكرمة مسؤولية كل الدماء التي أزهقت في هذه الاشتباكات مشيرا إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة للاعتداء على المواقع النفطية الأسبوع الماضي بدعم من قوات أجنبية بحسب قوله ورأى عماري أن ما يحاول السيطرة على المواقع النفطية مستقويا بالأجنبي لا يهدف إلا للعودة بالبلاد إلى عهود ثارة إلى عهود ثارة ضدها الليبيون وطووا صفحتها بحسب تعبيره إلى ذلك قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت قتال المستمر حول منشآت النفط الواقعة في منطقة الهلال النفطي سيضر بمستقبل ليبيا الاقتصادية وضف ميلت في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أن صور المنشآت النفطية وهي تحترق ستضعف استرداد البلاد لعافيتها بحسب قوله ودعى السفير البريطاني لدى ليبيا جميع الأطراف المتصارعة إلى الاتحاد مشيرا إلى أن أفضل سبيل لحل الخلافات التي تشهدها البلاد هو الحوار إلى ذلك دعى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جونيثان وينر إلى اتسحاب القوات من منطقة الهلال النفطي ودعم قرار وقف إطلاق النار والحوار وقال وينر في تغريدة له عبر تويتر أن القتال يجلب مخاطر كبيرة على البنية التحتية للنفط واصفا النزاع بالخطير في مدينة بنغازي أعلنت القوات الخاصة السعقة التابعة لعملية الكرامة مقتل ثلاثة من أفرادها في مدينة بنغازي واضفت القوات الخاصة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أن أحد قادتها الميدانيين قتل عندما كان يحاول سحب جثة أحد عناصر القوات الذي قضى خلال الفترة الماضية ولم يتم سحب جثته واضفت قوات السعقة أن عنصرين من مجموعة الإسناد الصاروخي توفي الأحد بعد إصابتهما بجروح بليغة يوم السبت جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الجوارشة بالمدينة إلى ذلك قال مركز سرايا للإعلام أن طائرة من نوع ميجا تابعة لقوات عملية الكرامة شنت غارة جوية الأحد على منطقة جنفودا ومحيط منطقة الحذيرة الجمركية واضفت النفذات العالمية لمجلس شورى بنغازي أن طائرة بدون طيار شنت غارة جوية على منطقة الجوارشة مشيرة إلى انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة للعملية بالقرب من العمارات الصينية دون ذكر تفاصيل أخرى عن سقوط ضحايا هذا وقد نفع عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد الأنباء المتداولة حول سيطرة القوات التابعة لعملية الكرامة على مطار المدينة الأحد وضف رشيد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع داخل منطقة الجفرة هادئ نسبيا مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على فصل المطار المدني عن القاعدة العسكرية وكان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد نقلت أنباء تفيد بسيطرة القوات التابعة لعملية الكرامة على مطار الجفرة صباح الأحد الماضي قال المستشفى الميداني في مدينة سرط أنه استقبل جثمين تعود لثلاثة عناصر من قوات البنيان المرصوص سقطوا أثناء التقدم الأخير الذي نفذته قوات العملية ضد عناصر التنظيم في مدينة سرط وأشار المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص إلى أن قوات العملية قد تمكنت من تفجير سيارتين مفخختين يوم الأحد بالحي رقم ثلاثة في المدينة قبل وصولهما للخطوط الأمامية لقوات البنيان أوضح المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السيارتين كانت في طريقهما لتمركزات قوات البنيان أثناء تقدمهما في الحي رقم ثلاثة بالمدينة ميدانيا قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن قواتهم حقق تقدم الاستراتيجيا هاما بعد معارك وصفتها بالعنيفة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط أوضح المركز الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك أن قوات البنيان المرصوص تمكنت من بصل سيطرتها على مبنى الضمان الاجتماعي وعلى مستشفى ميداني للتنظيم ومدرسة الفتح ومحيطها كما تمكنت القوات من السيطرة على ورشة لتجهيز وتصفيح السيارات المفخخة والجامع الكبير في المدينة من جهته أكد الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغسري أن قوات عملية البنيان المرصوص استهدفت مواقع لتمركز عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط بالمدفعية الثقيلة وقال الغسري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم ستتقدم نحو الحي الجيزة وعمارات الستمية آخر معاقل التنظيم في المدينة مشيرا إلى أن عناصر التنظيم تتمركز في مساحة لا تتجاوز كيلو مترا مربعا أوضح الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة سلاح الجو الليبي وطيران الدعم الدولي نفذ يوم السبت عددا من الطالعات الجوية لرصد تحركات التنظيم بحسب قوله هذا وقد رأى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية سلمان بن صالح في مدخلة سابقة أن معركة السرط ضد ما يعرف بتنظيم الدولة تدخل مرحلة الحسن لصالح قوات البنيان المرصوصة مشيرا إلى أن القضاء على عناصر التنظيم يتطلب تعاونا أكبر بين القوات الجوية والقوات على الأرض البداية لمعركة الحسن قد تستارخ هذه المعركة وقتا وربما لا تستارخ وقتا قد يكون من الأمر في بعض السرولة لإنجاز القضاء النهائي على تنظيم الدعش في مدينة سرط هذا إذا ما استطعت القوات الجوية سواء الوطنية الليبية أو المساندة الدولية من إرهاق ما تبقى من عناصر الداعش على صعيد متصل طلب المستشفى الميداني في مدينة سرط كافة المواطنين القاطنين في المناطق المجابرة للمستشفى بضرورة التبرع بالدم لإسعاف جرح قوات عملية البنيان المرصوصة وقد أطلق المستشفى عبر صفحته على فيسبوك حملة بعنوان دمك حياة لغيرك استعدادا لاستقبال أي حالات وفي سياق ذي سلاق للمتحدث باسم مستشفى المنصرات المركزية كرام جليوان إن المستشفى يأوي حاليا نحو عشرة جرح من قوات البنيان حالتهم مستقرة أوضح جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مستشفى المنصرات جاهز لاستقبال أي حالات أخرى بحسب قوله قال المتحدث باسم مستشفى مصرات المركزية كرام جليوان في مدخلة سابقة إن الكوادر الطبية الإيطالية ستبدأ العمل مع الكوادر المحلية في المستشفى الميداني الإيطالي بمدينة مصرات خلال الأسبوع المقبل بداية العمل أعتقد حتاخذ فترة من 24 يوم إذا أقل من شهر حتى يتم إنجاز المستشفى الميداني بكوادر طبية وطبية مسارحة من دولة إيطاليا هذا المستشفى المقرر إقاماتي وداخل طبية جوية بالتنسيق مع إدارة مستشفى المنصرات المركزي والتعاون معه مجهد طبعا المستشفى الميداني بغلقة عمليات واحدة وساعة سارية أعتقد نهيش بالساعة الكبيرة إلى ذلك قل منصق قسم الإعلام بفرع جمعية الهلال الأحمر في مصرات علي الغويل إن إجمالية الجثث التي تم انتشالها من مناطق متفرقة في مدينة سرط خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من الشهر الجاري بلغ سبعة وعشرين جثثة مجهولة الهوية أوضح الغويل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فريق انتشال الجثث بتعاون مع جهاز مكافحة الجريمة نفذ ثلاثة رحلات إلى مدينة سرط مشيرا إلى أن الجثث عثر عليها في مناطق متفرقة من الحي رقم ثلاثة والحي رقم واحد ومنطقة السواوة وأضاف الغويل أنه تم تسليم هذه الجثث إلى جهاز المباحث الجنائية لإنهاء التحليل وتحديد الهوية بحسب قوله في شأن آخر قال المستشر الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتح المريمي أن رئيس المجلس عقيلة صالح بحث مع المبعوث الأممي مارتين كوبلر الاتفاق السياسي الليبي ومهمة كوبلر في ليبيا أوضح المريمي أن عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي علي القطراني طلب المبعوث الأممي بنقل كافة الوقائع التي تحدث في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي دون انحياز إلى طرف بحسب تعبيره وعضف المريمي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن رئيس مجلس النواب قد اقترح خلال اللقاء الرجوع إلى مسودة الحوار الرابع وإعادة دراستها بحسب قوله هذا وقد سبعد الأكيديمي محمد إسماعيل أن تقبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأطراف الحوار الليبي بالعودة إلى مسودة الحوار الرابع مضحا أن الرجوع إليها سيعمق من الأزمة السياسية في البلاد الاتفاق السياسي والذي تنص مدته الثامنة على أن المناصب القيادية شاغرة يعني أن العام المعروف خليفة حفتر الآن أصبح شاغرا هم يريدون شيئا وأن وجود هذه المادة الثامنة بالرجوع إلى المسودة الرابعة وهذا يعتبر عبثا لأن الاتفاق قد وقع ومضى الأمر ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتين كوبلر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية طارق القوني تطورات الأوضاع الليبية وسبول المضي قدما لإنجاح العملية السياسية في ليبيا ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن القوني قوله إن مصر تتطلع لاستقرار الأوضاع في ليبيا مشيرا إلى أهمية أن تحضع حكومة الوفاق الوطني بتصديق مجلس النواب وأضافت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن الجانبين قد اتفق على ضرورة وجود حل سياسي يوحد الليبيين وينهي الأزمة التي تمر بها البلاد هذا وقد جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة دول عدم الانحياز السابعة عشرة المنعقدة في فنزويلا جدد دعم بلاده للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة سخيرات المغربية وحكومة الوفاق الوطني ونقلت صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك عن السيسي قوله أن مصر تعمل على تحقيق توافق داخل مجلس النواب لتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعزيز قدرتها لبسط الأمن في ليبيا ومواجهة ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والتدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب إلى ليبيا وتأثيره على دول الجوار ومن بينها مصر بحسب قوله نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل بلدية طرابلس تطالب المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة أزمة لتقديم الخدمات للمواطنين والشركة العامة للكهرباء تواجه عجزا وتعمل على إنشاء وحدة توليد داخل العاصمة قوات عملية الكرامة تؤكد استعادة السيطرة على المواقع التي فقدتها في الهلال النفطي وحرس المنشآت النفطية يعلن سقوط قتلى وجرح من المدنيين نتيجة قصف طائرات الكرامة لبوابة تؤدي إلى منطقة راسلانوف السكنية القوات الخاصة الساعقة الموالية لعملية الكرامة تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها جراء الاشتباكات وانفجار ألغام بمنطقة الجوارشة في مدينة بنغازي المستشفى الميداني سيرت يستقبل جثمين ثلاثة عناصر من البنيان المرصوص وقوات البنيان تؤكد تقدمها وسيطرتها على مبنى الضمان الاجتماعي ومدرسة الفتح والجامع الكبير أهلا بكم من جديد طالب عمداء بلدية طرابلس الكبرى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان بتشكيل لجنة أزمة بشكل عاجل لمواجهة أي طارئ يسهم في تعثر تقديم الخدمات للمواطنين وذلك على هامش الاجتماع الذي عقد بحضور وزيري الداخلية والحكم المحلي المفوضين واللجنة التسيرية للشركة العامة للكهرباء وذلك لمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء على طرابلس خلال اليومين الماضيين وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع وضع آليات لطرح الأحمال على المناطق بالتساوي للمساهمة في تخفيف حالة الاحتقان بالشارع العامة وأكد الحضور على ضرورة قيام المسؤولين في شركة الكهرباء بالتنسيق مع محطات التوليد خارج المدينة والعمل على القيام بحملة توعوية للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة قال مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل بالشركة العامة للكهرباء محمود الورفلي إنه تم الاتفاق مع عدد من عضاء البلديات على توزيع الأحمال بين العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها حتى يتم تخفيض ساعات طرح الأحمال بشكل أقل مما كان عليه في السابق وأشار الورفلي في مؤتمر صحفي إلى أن الشركة العامة للكهرباء تحاول إدخال بعض وحدات التوليد وهي محطة الرويس بقدرة 130 ميجاوات ووحدة محطة جنوب طرابلس بقدرة 90 ميجاوات ووحدة السرير بـ 200 ميجاوات متوقعا دخول محطة الخمس البخرية خلال الأسبوعين القادمين هذا وقد أكد الورفلي أن الشبكة العامة للكهرباء تواجه عجزا يفوق الألف ميجاوات مشيرا إلى وجود مقترح لإنشاء وحدة توليد داخل العاصمة من ضمن المناقشات مع المجالس البلدية في طرابلس الكبرى واصلين نحن كشركة عامة للكهرباء لفكرة ونعتمدوها بإذن الله أن تكون في محطة توليد داخل مدينة طرابلس وبالتحديد نفكره أما في محطة بيرستاميلاد أو في غرب طرابلس محطة استعجالية ونرفع مقترح للرئاسة مقترح مشترك مع المجالس البلدية لتوطين محطة داخل مدينة طرابلس حتى تكون معتمدة طرابلس على نفسها في الكهرباء إلى ذلك أكد مدير مديرية أمن طرابلس صلاح سموعي على ضرورة تكاثف الجهود بين حكومة الوفاق الوطني وشركة العامة للكهرباء وكذلك البلديات المجاورة لمدينة طرابلس من أجل ضمان توزيع عادل للأحمال لكي لا يقع الضغط على مدينة طرابلس فقط وفادت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي بعقد اجتماع حضره مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وعدد من مهندسي الشركة العامة للكهرباء ومديرية أمن طرابلس لمناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية وعملية طرح الأحمال لساعات طويلة على مدينة طرابلس وطلب المجتمعون بضرورة توفير كافة الإمكانيات المادية للشركة العامة للكهرباء لضمان التشغيل والصيانة الدورية للشبكة لاستمرار العمل في المحطات الكهربائية إلى ذلك قال مدير مكتب الإعلام بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية أدم المبروك إن مدن الجنوب تشهد انقطعا كاملا لتيار الكهربائية منذ يوم السبت وأوضح المبروك لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سبب الانقطاع يعود إلى عدم استجابة منوبي محطة تحويل أم الجداول لتعليمات التحكم الجهبي لعملية طرح الأحمال إضافة إلى خروج الوحدات من الخدمة ما تسبب في حدوث إطفاء تام على المدن الجنوبية من جهته أكد مدير محطة الرويز لتوليد الكهرباء كامال عبدالله دخول الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الرويز الغازية لإنتاج الطاقة الكهربية على الشبكة العامة للكهرباء وبقدرة 125 ميجاوات وقال عبدالله لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فرق الصيانة قد استطعت في وقت سابق إرجاع الوحدة الأولى والوحدة الثانية وثالثة للعمل أيضا قبل يومين في شأن آخر شرعت البعثة الإدارية في لجنة رعاية موسم الحج الأحد في تفويج 180 حجا وحجا من ذوي الاحتياجات الخاصة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أضح رئيس البعثة صبر الفرجاني أنه سيجري تفويج باقي الحجاج البلغ عددهم 5600 حج بواقع 735 حجا يوميا بعد انتهائهم من أداء مناسك طواف الوداع وأضف الفرجاني لقالات ليبيا لكل الأحرار أن أولى رحلات الحجيج التي ستصل إلى ليبيا ستكون في 21 من شهر سبتمبر الجاري إلى هنا تنتهي النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين قوات عملية الكرامة تؤكد استعادة السيطرة على المواقع التي فقدتها في الهلال النفطي وحرص المنشآت النفطية يعلن سقوط قتلى وجرح من المدنيين نتيجة قصب طائرات الكرامة لبوابة تؤدي إلى منطقة رأس لانوف السكنية القوات الخاصة السعيقات تبعة لعملية الكرامة تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها جراء الشبكات وانفجار ألغام بمنطقة الجوارشة في مدينة بنغازي المستشفى الميداني في سرد يستقبل جثمين ثلاثة عناصر من البنيان المرصوص وقوات البنيان تؤكد تقدمها وسيطرتها على ببنى الضمان الاجتماعي ومدرسة الفتح والجامع الكبير إلى هنا تنتهي النشرة وللمزيد من الأخبار تتفضل بمتابعة ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر لايفستيشن دوت كوم شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة